السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو عاوز مسك قوي جدا يرتب لي البشرة يديني نظارة فورية يعمل لي تفتيح ترطيب كل حاجات دي بشكل سريع كده اعمل ايه انا اربع مسكات تقريبا ركز معايا اول مسك فيهم هتجيب ايه معلقة بن عارفين البن اللي هي القهوة قهوة سادة عادية معلقة كبيرة من البن زائد معلقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز يعني معلقة بن زائد معلقة زيت زيتون واقلبهم في بعض وابدأ افردهم على بشرتي هنا في ملاحظة مهمة هفردهم على بشرتي بشكل تدليك خفيف مش رف مش تقشير ورف لان احنا عايزين نخلي بالنا ونحافظ على البكتيريا النفعة الموجودة في الوجهة يبقى تدليك خفيف تدليك خفيف وينفع حول العين وفوق العين يعني انده من الحاجات الامنة حول العين وتحت العين طيب تدليك خفيف الوجه كله واعمل ايه اسيبه عشر دقايق من عشر دقايق لربع ساعة على الوجه بعدها اغسله بس بالمية على طول هتلاقي نظارة باذن الله هتلاقي نظارة فورية طيب نيجل تاني ماسك معانا هتعمل ايه هتجيب بياض البيضة هتجيب واحد بيضة وناخد بس منها البياض احنا محتاجين هنا البياض ما ترميش السفارة ليه سفارة البيضة ما ترميش لاني هقولك تعمل بيها ماسك تاني قدام علشان نوفر كده يعني ايه وما نبقاش مبزرين يبقى دلوقتي هناخد بياض البيضة عزلناه اعمل ايه قبلها قبلها اكون غاسل وشي بمية دافية مية دافية بس مش بتغلي او سخنة مية دافية اخسل بها الوش كله وما نشفهش قوي اسيبه رطب بعد ما اخسر الوش اسيبه رطب شوية كده يعني في بقايا المياه موجودة وبعدها اعمل ايه بفرشة او بايدي لو مش عندي فرشة في بياض البيض وابدأ فرده على الوجه كامل الملحوظة المهمة بتاعت المسك ده ما تجيبهوش تحت العين حاول بس المنطقة دي والمنطقة دي ما تحطش فيها بياض البيض ليه لان لما بيجي تشال اوقات بيجي تشاف قوي عند بعض الناس فلما تيجي تسيله بيبقى صعب والمنطقة دي رقيقة جدا فممكن يعمل مشاكل يعني او يقزي المنطقة اللي تحت العين بعد ما فردناه على الوجه كله اجيب مناديل عارفين المناديل العادية المناديل العادية وابدأ بالمنديل افردها الزاقها كاني بالزاقها على بياض البيض اللي حطيته وفوق المنديل البقايا بتاعت بياض البيض احطها تاني عليه فوقيه بحيث يلزأ اكتر المنديل على بياض البيض واسيبه من 10 دقايق لربع ساعة لحد ما ينشف بعدها ابدأ اشيله بلطف وبعدين اخسل وشي بالمية هنا في خطوة مهمة او ملحوظة مهمة بعد المسك ده يفضل ارطب باي حاجة عندي رطب بالكريم المناسب لبشرتك لو مناسب لبشرتك ببانسين او بانسينول كويس جدا لو مناسب اي كريم تاني زي باتوديرم من بايوديرما زي سيتافيل زي سيرافيل اللي انا بستخدمه واسيب لكم الرابط بتاعه تحت اللي افتقرت يعني كريم الترطيب كويس انا كنت جابه من امازون السعودية مسك البيض ده ينفع لمين للمسام الوسعة لتنظيف البشرة البياض بتاع البيضة نفسه فيه فيتامينات وفيه بروتينات مهمة جدا لنظارة البشرة ولتنظيفها من ايه الرؤوس السودة البسور قصار الاتربة او الميكوب مثلا من الهاجات التنظيفية القوية جدا جدا تالت مسك معانا مسك رائع بصراحة انا نفسي بفضله وبعمله على فترات مسك العسل الاسود مع زيت جوز الهند العسل الاسود اللي هو عسل قصب السكر انا اتكلمت عليه قبل كده اتلاقيه في كل السوبر مركتات وفي كل الهايبرات بيبقى عسل اسود معمول من قصب السكر غير العسل اللي معمول من التمر لو ملقيتش ده بس ان شاء الله هتلاقيه يعني لو ملقيتش ده هات عسل ابيض اللي هو العسل العادي عسل النحل العادي خد معلقة منه مع معلقة جوز هند وخلطهم كويس جدا في بعض وابدأ افردهم على البشرة كلها والمسك ده امن جدا لتحت العين وفوق العين واسيبه من ربع ساعة لعشر دقايه بعدها اغسله بالمية حرفيا المسك ده عشان كده انا بحبه هتلاقي نظارة فورية بعد ما تغسله على طول افتيح كده وترطيب لان جوز الهند مرتب قوي والعسل الاسود خصوصا في مغزيات وفيتامينات قوية جدا جدا مهمة ومفيدة للبشرة فاكرين صفارة البيض اللي قلتلكم ما ترموهاش قدام هنا جه دورها هنجيب صفارة البيض مع معلقة بن كبيرة برضو اللي هي معلقة قهوة عادية سادة كبيرة مع معلقة زيت زيتان بكر ممتاز او معلقة جوز هند لو مش عندك زيت زيتان او جوز هند خلاص كفاية صفارة البيض والقهوة لكن يفضل يعني تحط اي حاجة من الاتنين التانيين اللي هو زيت جوز الهند او زيت الزيتون فالنفرد كان عندك يبقى معلقة من البن العادي صفارة البيض معلقة من زيت الزيتون البكر الممتاز واخلطهم التلاتة كويس جدا جدا مع بعض وابدأ افردهم كلهم على البشرة بشكل تدليكي بحركة دائرية في اتجاه واحد يعني موعدش اعمل كده كده وكده لا في اتجاه واحد وينفع برضه تحت العين المسك ده من الحاجات الرائعة اللي تنفع تحت العين وبعدين اسيبه لمدة عشر دقايق لربع ساعة على البشرة ثم اغسله هنا في ملحوظتين ملحوظتين اه مهمين اول ملحوظة الناس اللي بتتدايق من الملمس الزيتي او الدهني اللي من المسكات دي علشان يعني زيت الزيتون جوز الهند العسل الحاجات دي ما تغسلش بصابونة بعدها عشان كده هتضيع الفوائد بتاعتك ولا بغسول قوي اعمل ايه نشف بالفوطة بعد ما تغسله بالمية نشف بالفوطة او بمنديل عندك كويس كده بس مش جامد برج لان اعنا عايزين المغزيات تفضل موجودة في البشرة بلطف كده بلطف كده خلاص هتلاقي البشرة نشفت لوحدها تاني ملحوظة انا ليه بقولك اكتر من ماسك علشان المتوفر عندك استخدمه المتوفر عندك هادو لكن السؤالة اللي هيجي في بالكزا حد دلوقتي لو انا عندي المكونات دي كلها واقدر اعمل الاربع ماسكات اعمل ايه اعملهم ينفع اعملهم مع بعض ايوة ينفع مفيش اي مشكلة لانهم كلهم حاجات طبيعية لكن الملحوظة المهمة لو هتعملهم مع بعض او هتعمل ماسك بياض البيض ابدأ بيه الاول لو هنعمل ماسك بياض البيض زائد اي ماسك تاني معاهم ابدأ بماسك بياض البيض الاول لانه ناشف وبيعمل جفاف شوية في البشرة وبيحتاج بعده ترطيب فارطب بايه ارطب بالحاجات المسكات اللي بعدها يبقى بياض البيض الاول وبعده اي ماسك تاني معاه اخر نقطة معانا بالنسبة للناس اللي بتحب الحاجات الجهزة من الصيدلية قول لي صحي رأيك وقف دلوقتي الفيديو وكتب لي تحت انت بتحب الحاجات الجهزة من الصيدلية المسكات والكريمات ولا الوصفات الطبيعية اكتر في اي ماسكات جهزة من الصيدلية كل شركة بتبقى عاملة اكتر من ماسك زي شركة لوريال مثلا عاملة ماسك بالطين او بالطمي او بالفحم ليه التلاتة دول لان الحاجات دي بتبقى حاجات طبيعية لحد الماء بتغزي البشرة وبترتبها في نفس الوقت وضرارها بيكون قليل جدا جدا غير الحاجات الكيميائية التانية اللي بتبقى قوية جدا على البشرة وممكن تأذي البشرة اكتر ما تفيدها في مسكات تانية بتبقى بالعسل في مسكات بتبقى بالخيار اخر حاجة خالص عاوز اقولها المسكات دي هتديك نظارة فورية فعلا بعد اول استخدام محتاج افكرك دلوقتي هل انت عامل اشتراك في القناة او لايك لو بتتبعني من على الفيسبوك ولا لا ولو لا قديني فكرتك اهو انزل اعمل اشتراك او اعمل لايك لو بتتبعني من على الفيسبوك اشوفكم على خير انتمتم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته